ايامكم سعيدة 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 يلعدكم عقيدة 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 بالهاد اهتديانا 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين أسعد الله أيامنا وأيامكم بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات أحبتي المشاهدين في هذا اليوم الكريم الفضيل سنتحدث بعض الكلمات في بيان فضلي هذا اليوم وسيكون كلامنا في محورين المحور الأول سيكون بشكل مختصر تطرق لبعض الروايات الشريفة التي ذكرت فضله هذا اليوم فقد ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا كان أول يوم من شوال ناد مناد أيها المؤمنون هذا القيد الأول الذي يجعله الإمام السجاد أن هذا الخطاب هو للمؤمنين في أول يوم من شوال يكون خطابا للمؤمنين أن ماذا سيكون الخطاب يا أيها المؤمنون بماذا الأمر أغدوا إلى جوائزكم كلمة أغدوا هي مأخوذة من غدات يعني مطلع الصباح فأغدوا إلى جوائزكم أي هناك جوائز ستعرض في اليوم الأول من شهر شوال المبارك الذي هو يوم عيد الفطر المبارك ثم قال من قال الإمام الباقر وليس الإمام السجاد قال يا جابر يقول لجابر بن عبد الله العنصاري يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك تختلف لأن جوائز هؤلاء الملوك هي جوائز دنيوية بعض الدنانير أو بعض الذهبي والفضة لكن جوائز الله جوائز الدنيا والآخرة خير الدنيا وخير الآخرة ثم قال الإمام الباقر سلام الله عليه أسماه بهذا الاسم يوم عيد الفطر المبارك أسماه بيوم الجوائز قبل أن ننتقل إلى الرواية الأخرى أنه قال هي جوائز فحتما هذه الجوائز تكون مسابقة وفائز هناك أي موضوع الآن يطرح فيه كلمة جائزة هناك لشخص ما جائزة حتما يعني هناك مسابقة هناك تسابق وهناك فائز ينال تلك الجائزة وإلى ذلك تشير رواية الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته قيد بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا فهنا يشير الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه أن شهر رمضان مضمارا للسباق والتسابق بين الخلق إلى مرضات الله عز وجل التي هي يطلبها المؤمن ما فوق الجنة مرضات الله عز وجل ولكن كيف يكون العبد متسابق حقيقي وفائز حقيقي في هذا الشهر المبارك إلى ذلك تجيب رواية أمير المؤمنين أيضا صلوات الله وسلامه عليه يقول أمير المؤمنين عليه السلام إنما هو عيد في أحد الأعياد لشهر رمضان المبارك يذكر أمير المؤمنين ذلك في خطبة له إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد فإذن كيف يكون المؤمن مستحقا للعيد لأن العيد هو من يقبله الله ضمن أهل هذا العيد فكيف يقبله الله بقبول صيامه وشكر قيامه فيكون من أهل هذا العيد وأيضا تشير إلى هذا المعنى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه في فضل اليوم الأول من شهر شوال الذي هو عيد الفطر المبارك بأنه إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله عز وجل كما تزف العروس إلى خضرها زفاف يكون كيف يكون الزفاف الآن يكون بفرح وتجمع الأهل والأحبة في الزفاف ويكون الزفاف فهكذا هذه الأيام الأربعة ما هي الأيام الأربعة يقول هو يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم غدير خم فهذه الأيام الأربعة تزف لكن من يستحبها في الزفاف طبعا حتما هذه الأيام ستتجسد في يوم القيامة حتى تزف فمن يستحب هذه الأيام في الزفاف أهلها من هم أهل هذه الأيام ففي عيد الفطر في يوم الفطر أهل عيد الفطر هم من قبل الله صيامهم وشكر قيامهم هم من فازوا هم من تسابقوا هم من فازوا هم من حصلوا على جوائز الله عز وجل فماذا فيكونون مع تلك الأيام يستحبوها إلى الله عز وجل وتزفو تلك الأيام إلى الله عز وجل هذا جانب من جانب من فضل اليوم الأول من شهر شوال المعظم المبارك في فضله والروايات بالعشرات في فضل هذا اليوم ولكن هناك معنى آخر في العيد ينبغي الالتفات إليه وهو معنى لفظ العيد أي ذكر العلماء ذلك كثيرا وكثيرا ما تسمعونه من الخطباء والعلماء والباحثين بأن العيد معناه العودة العودة إلى من؟ العودة إلى الله عز وجل فهو يوم دعوة إلى العباد بأن يعودوا إلى الله عز وجل ولأجل ذلك سنوضح بعض الأمور وخصوصا نحن في أيام بلاء وابتلاء ووباء كيف نعود إلى الله عز وجل ليرفع عنا هذا البلاء والوباء بالخصوص فالحديث في طريق العودة إلى الله عز وجل حديث طويل لكن سنقتصر في بيان كيف نعود إلى الله عز وجل ليرفع عنا هذا البلاء والوباء ونتخذ يوم عيد الفطر منطلقا لنعود إلى الله عز وجل حتما هناك طريق ظاهري يعمل به العباد وهو طريق الوقاية بلا إفراط وتفريط يعني يتعلم طرق اجتناب الوباء وطرق عدم نقل الوباء بين الناس طبعا بلا إفراط أو تفريط أي بلا تهاون أو تهويل للأمر وهناك هو الطريق الأهم للعودة إلى الله عز وجل في هذا اليوم يوم عيد الفطر المبارك وهو الطريق الغيبي هذا الطريق الغيبي يتحقق بعدة أمور الأمر الأول الذي يتحقق به الطريق الغيبي للعودة إلى الله عز وجل هو تركل ذنوبي والقبايح فإنها هذه الذنوب والقبايح جميعا وليس فقط المحرمات انتبهوا أحبتي هناك بعض القبائح ليست بمحرمة بل هي قبائح لعلها اجتماعية لعلها قبائح أرفية لعلها مكروهات يقوم بها العبد فتبعده عن الله عز وجل أو تنزل عليه البلاء فإن فعل الذنوب والقبايح ماذا يفعل هذا ماذا يكون أثره سيكون هذا جالبا للبلاء وفقرة أخرى سنشير إليها أيضا عندما نصل إلى تلك الفقرة وهي مسألة الدعاء هذه الذنوب والقبايح تحجب الدعاء وكما تقرؤون في دعاء كميل بن زياد للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه اللهم اخفر لي الذنوب التي تحتك العصم اللهم اخفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اخفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اخفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اخفر لي الذنوب التي تنزل البلاء فهناك ذنوب وقبائح نرتكبها هي تنزل البلاء وتكون مصدر بلاء علينا فعند ترك الذنوب والقبائح هذه الخطوة الأولى التي نقوم بها وهي ترك الذنوب والقبائح ماذا نكون؟ نكون قد أزلنا المانع أو أزلنا المقتضي عفوا المقتضي الأول لنزول البلاء وهو الذنوب والقبائح وأزلنا مانعا من قبول الدعاء أما الأمر الثاني في الطريق الغيبي حتى ماذا نعود إلى الله عز وجل وهو الالتزام بالواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس كثير منا لعله لا يلتزم ببعضها ويلتزم بالبعض الآخر وهناك أيضا أمور من الواجبات أحبتي كصلة الأرحام وبر الوالدين هذه من الواجبات الشرعية ولعل ترك بعضها أشد من فعل كبائر الذنوب وعند امتثال تلك الواجبات الشرعية نكون قد حققنا أيضا ماذا مقتضي لنزول الرحمة ومانع من نزول البلاء وأيضا مقتضي لقبول الدعاء وأما الأمر الثالث للعودة إلى الله عز وجل فهو أمر لعله يغفل الكثير مننا عنه أو البعض وهو ماذا؟ أن نقوم بين الحين والآخر مراجعة سريعة لعقيدتنا أن نعرض عقيدتنا وما نؤمن به على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونتعلم هذا الدرس من السيد الجليل عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه الذي عرض فيها عقيدته على الإمام الهادي عليه السلام حيث قال له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل فقال عليه السلام هات يا أبا القاسم التي هي كنية عبد العظيم الحسني فقلت إني أقول أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه هذه معاني لها تفصيلات في الأبحاث العقائدية وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض إلى أن يقول له أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ينتهي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيقول له هنا فكيف للناس بالخلف من بعده من بعد الإمام العسكري سلام الله عليه فقلت وكيف ذاك يا مولاي قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا قال فقلت أقررت وأقول أن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأقول أن المعراج حق والمسألة في القبر حق وأن الجنة حق إلى آخر الرواية تنتهي بالأمر والمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي نهاية الرواية يقول الإمام الهادي سلام الله عليه لعبد العظيم الحسني يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فأثبت عليه أو فأثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه الرواية أحبتي هي درس نتعلمه عبد العظيم الحسني وما أدراك ما عبد العظيم الحسني الذي تعرفون قبره هو في طهران هناك هذا الرجل العظيم المنزل هذا العارف هذا الفقيه لا تستغربوا بأنه يأتي ويعرض دينه على الإمام الهادي سلام الله عليه هذا يريد أن يعطينا درسا أن نتعلم درسا مهما تكون منزلتنا العلمية علينا أن نعرض ديننا دوما على أهل البيت سلام الله عليهم حتى عندما نلاقي الله عز وجل نلاقيه بدين هو راض عنه إن شاء الله تعالى أما الأمر الرابع وهو في طريق التقرب إلى الله عز وجل والعودة إلى الله عز وجل وغالبا ما لعله نغفل من هذا الأمر وهو أمر مهم وهو الصدقة كيف تكون الصدقة هي تقرب إلى الله عز وجل فقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أمر الصدقة ما فيها من العجب العجاب في رفع البلاء واستجابة الدعاء كما ورد في النبوي الشريف إن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما خلص بعد البلاء حل لكن الصدقة تدفعه وأن الصدقة تطفئ غضب الرب وداو مرضاكم بالصدقة وهناك من الروايات العشرات ما تذهل العقول وهناك أيضا صدقات واجبة يجب على الإنسان ماذا أن يمتثلها وهناك أمر مهم وهو نريد أن نركز عليه في العودة إلى الله عز وجل لرفع هذا البلاء والوباء عنه وهو التشفع إلى الله عز وجل بالدعاء الدعاء أحبتي أمر مهم جدا وكذلك ورد فيه ماذا بأنه يرفع البلاء الدعاء ماذا يدفع البلاء النازل من السماء فعلينا بالتوجه ماذا بالدعاء إلى الله عز وجل وأما من جانب قبول الدعاء فهناك شروط يجب أن تتحقق لكي ماذا لكي تتحصل الإجابة من الله عز وجل والشرط الأول هو يجب تحقق ما ذكرناه سابقا بأنه ماذا نترك الذنوب القبايح وثانيا نقوم بعمل الواجبات وثالثا ذكرناه وهو عرض عقيدتنا على أهل البيت سلام الله عليهم بأن تكون عقيدتنا مرضية عند الله عز وجل والأمر الرابع وهو الصدقة أن تتحقق الصدقة قبل الدعاء لأنها ماذا ترفع البلاء أو تدفع البلاء والأمر الخامس الذي نحن فيه هو ما سنكمل الشروط لكي يتحقق فالشرط الثاني لإجابة الدعاء هو التشفع إلى الله عز وجل بخير خلقه نحن في جميع أمورنا أي أمر نريد أن نحققه نذهب إلى فلان أو شخص آخر نتوسط إليه ليتحقق الأمر إن كان أمرا مهما فكيف بالعودة إلى الله عز وجل نحن نعيش أيام هذا البلاء الآن أنت إذا أردت أن تعود إلى بلدك أنت مهاجر في أي مكان ويأتي شخص ما ويقول لك أنا سأعيدك إلى وطنك كيف ستكون له شاكرا؟ وهل سيقول لك أحد ما أنك قد أشركت بالله عز وجل عندما طلبت من أحد أن يعيدك إلى الله عز وجل أو عفوا أن يعيدك إلى وطنك فالذهاب إلى خير خلق الله عز وجل بالعودة إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل وأيضا بماذا؟ لكي يستجاب الدعاء أنك تتوسل بخير خلقه لكي يستجاب دعائك بغض النظر عما ذكرناه من الأمر العقدي الثالث بأنه يجب أن نعرض عقيدتنا ماذا؟ على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونكون معتقدين بهم فهنا الذي نذكره بالأخص وهو مسألة الشفاعة أن نتوسل بهم إلى الله عز وجل لكي يشفعوا لنا في استجابة الدعاء وقد ورد كثير من الروايات الشريفة في ذلك ولكن أهم ما قد نذكره هو ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة لهم صلوات الله وسلامه عليهم بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر فبهم إن شاء الله يستجاب الدعاء ويدفعوا عننا هذا البلاء وأيضا يتفرع على هذا الأمر هي مسألة الصلاة على محمد وآلي محمد فإنها مسألة مهمة جدا في قبول الدعاء ففي الروايات الشريفة ورد أنه كل دعاء محجوب ما لم يصلي على محمد وآلي محمد وأما الشرط الثالث وهو اختيار الزمان المناسب مثلا في ظهر الجمعة أو عصر الجمعة أو ليلة الجمعة فتلك أوقات هي مباركة لاستجابة الدعاء أو وقت ما بين الطلوعين أو وقت السحر أو قبيل الغروب فكلها أوقات هي تسمى أوقات استجابة الدعاء والشرط الرابع لتحقق استجابة الدعاء وهو اختيار المكان المناسب الذي قد ضمن فيه استجابة الدعاء وأفضل تلك الأماكن هي بيت الله عز وجل مساجد الله ومن ثم أضرحت الأولياء بل هي أفضل وأعلى أضرحت أولياء الله عز وجل في استجابة الدعاء وكذلك الخروج إلى الصحراء وقت الظهير للدعاء فهو ماذا مكان استجابة الدعاء وأما خير تلك الأماكن فهي أولياء الله المعصومين صلى الله وسلم أئمة أهل البيت فهي خير الأماكن لاستجابة الدعاء وبصريح قول الأئمة صلى الله وسلم أن أفضل تلك الأضرح في استجابة الدعاء وأنه خص بها هو ضريح مولانا سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد روي عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه نعوده أي يقصد على الإمام الهادي أيام كان مريضا يعودونه فكان عليل الإمام سلام الله عليه فقال لنا وجهوا قوما إلى الحائر من مالي من أموالي اذهبوا بأشخاص أجروهم زين لماذا لكي يذهبوا إلى ماذا إلى الحائر يقصد به الحائر الحسيني فلما خرجنا من عنده قال لي محمد بن حمزة المشير يقصد به الإمام سلام الله عليه يوجهنا إلى الحائر وهو بمنزلة من في الحائر هو إمام معصوم الإمام الهادي والإمام الحسين إمام معصوم يأمرنا بالذهاب إلى الحائر إلى مرقد سيد الشهداء للدعاء له وهو الإمام المعصوم كذلك نفس الحسين قال فعدت إليه إلى من؟ إلى الإمام الهادي سلام الله عليه فأخبرته فقال لي ليس هو هكذا تعلموا أحبتي من هذا قول الإمام الهادي قال ليس هو هكذا إن لله مواضع يحب أن يُعبد فيها وحائر الحسين من تلك المواضع التي يحب الله أن يُعبد فيها ويستجاب الدعاء فيها وفي الرواية المشهورة أنه خص بثلاث وإحداهن هي أن الدعاء تحت قبته مستجاب ولذلك نشير إلى رواية أخرى في فضل كربلاء فعن الإمام الصادق سلام الله عليه قال زوروا كربلاء ولا تقطعوه هنا كربلاء تؤنث وتذكر فقال ولا تقطعوه إشارة إلى كربلاء فإن خير أولاد الأنبياء ضمنته ألا وأن الملائكة زارت كربلاء ألف عام من قبل أن يسكنه جدي الحسين ملائكة الله قزار ماذا كربلاء قبل أن يسكنه جدي الحسين وما من ليلة تمضي إلا وجبرائيل وميكائيل يزورانه فاجتهد يا يحيى المخاطب هنا في الرواية يحيى فاجتهد يا يحيى ألا تفقد في ذلك الموطن فهو موطن نزول الرحمة واستجابة الدعاء ورفع البلاء فمن ذلك نستفيد أحبة أدة أمور ماذا؟ انحققنا أولا تلك الأمور للعودة إلى الله عز وجل ونكررها مجددا وهي ترك الذنوب والقبايح وفعل الواجبات الشرعية والعقيدة الصحيحة بأهل البي سلام الله عليهم وأن نعرضها عليهم لكي تكون مرضية عند الله عز وجل وأن نقوم ماذا بدفع الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة والأمر الخامس وهو أن نتقرب إلى الله عز وجل وأن للدعاء شروط وذكرنا تلك الشروط بأن يكون مكان وزمان مناسب لهما وأن يتوسل إلى أهل البي صلوات الله وسلام عليهم ويتشفع بهم إلى الله عز وجل فنستفاد من مجموع ما ذكرناه أحبتي أدة أمور أنه ماذا سنلحظ جوانب قد تحققت إن عدنا إلى الله عز وجل بتلك الأمور الجانب الأول أنه قد حصنا المجتمع من الهاوية التي يراد أن يقع فيها وهي ماذا أنه ترك الذنوب والقبايح لأن الآن إلى ماذا يريدون أن يجرون مجتمعنا يريدون أن يجروه إلى الشذوذ إلى فعل القبايح إلى فعل المنكرات فعندما نقوم بترك تلك الذنوب والقبايح نكون قد حصنا المجتمع ماذا من الذهاب إلى الهاوية أما الجانب الآخر الذي نكون قد ضمنناه وهو قد صححنا عقيدتنا بالله عز وجل وبأهل البيت صلوات الله وسلام عليهم وفي المعاد أيضا وستكون أعمالنا مقبولة إن كانت ماذا عقيدتنا صحيحة ومقبولة والجانب الثالث أنه وثقنا الرابط بيننا وبين الله عز وجل وبيننا وبين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أما الجانب الرابع الذي نحن في صدده وتناولنا هذه الأمور من أجله ونريد أن نعود إلى الله عز وجل لكي يرفع عنا هذا البلاء الذي قد نزل بنا وأما الجانب الخامس وهو لا يقل أهمية عن سابقي وهو السمو الروحي الذي يتحقق عند المؤمن عندما يحقق تلك الأمور التي ذكرناها فإن الإنسان قد يكون ضميره بعض الأحيان ماذا جاف لكن عندما ماذا يتقرب إلى الله عز وجل سيكون له ضميرا حي سيكون مسلما حقيقيا سيبتعد عن الأذى سيكون قريبا من الله عز وجل سيكون رحوما تنتقل إليه بعض صفات الرب إلى المربوب أحبتي عندما يتقرب العبد إلى الله عز وجل تنتقل إليه بعض الصفات مثل الرحمة مثلا يكون عبدا مخلصا لله عز وجل من تلك الأمور التي تنتقل من الخالق إلى المخلوق من صفات الخالق إلى المخلوق كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وفي الختام الجانب السادس الذي نكون قد حققناه وهو جانب مهم جدا وهو موضوع الصدقة قد حققنا جانبا من التكافل الاجتماعي في مجتمعنا بأنه ماذا نخرج هذه الصدقات بعيدنا إلى المحتاجين وكما في الرواية الشريفة أن ماذا أن الأقربون أولى بالمعروف لديك أخوان أخوات الأب والأم والأولاد هؤلاء واجبين فقط فلا تصح لهم الصدقة الواجبة لعله تصح على بعضهم الصدقة المستحبة ولكن ماذا جيراني أخواني أصدقائي بعضهم ليسوا بميسوري الحال وأنت ميسور الحال فماذا أن تخرج الصدقة إليهم وليس هناك داعا أن تقول له هذه صدقة بل مجرد أن تسلمها تسلمها إياه بعنوان الهدية تكفي وأنت تكون نيتك نية الصدقة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحياة كريمة بلا بلاء أو وباء وأن يعود علينا إن شاء الله في هذا اليوم المبارك بالمغفرة والرضوان إن شاء الله ويجعلنا من الفائزين لديه إن شاء الله تعالى والنائلين لجوائزه ببركة محمد وآل محمد أيامكم سعيدة 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 يلعدكم عقيدة 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 بالهاد اهتديانة بالعترقت ديانة بالهاد اهتديانة بالعترقت ديانة